موسيقى السلام عليكم تصاعد في الأوينة الأخيرة الحديث عن إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا وسط جدل سياسي حد في دول اللجوء الإقليمي وفي موازات هذه الموجة من الدعوات إلى إعادة اللاجئين السوريين الطوعية إلى بلادهم تتواتر الأنباء عن اعتقالات وتعذيب حتى الموت لعدد من العائدين آخر هذه الحالات لشاب حلبي يدعى محمد عبد الرحمن مدجو الذي عاد من مناطق سيطرة المعارضة إلى مناطق النظام لتسوية وضعه الأمني بعد حصوله على موافقة من الأجهزة الأمنية السورية لكن محمد اعتقل بعد شهر من وصوله إلى حلب من المخابرات العسكرية ليعاد بعد أيام إلى أهله جثة هامدة عليها آثار تعذيب عربياً وبالرغم من أن الدول العربية وضعت إعادة اللاجئين السوريين كأولوية قصوى قبل التطبيع مع النظام السوري فإن التطبيع وإعادة فتح بعض السفارات العربية سار على قدم وساق من غير أثر واضح لمسألة إعادة اللاجئين هذا الموضوع سيكون مادة هذه الحلقة من حديث العرب ولكن بعد متابعة التقرير التالي ربما نجح رئيس النظام السوري بشار لاسد في كسر عزلته السياسية مع الدول العربية بعودته إلى عضوية الجامعة العربية ومشاركته في القمة الأخيرة في جدة إلا أن عزلته عن كثير من أبناء الشعب السوري لم تنتهي بعد ولا مؤشرات حقيقية على نهاية قريبة لها حديث لنظمة العربية في جدة عن عودة اللاجئين السوريين يأتي بحسب مراقبين في سياق إمكانية الإمساك بورقة ضغط على حكومة دمشق بهدف الحصول على تنازلات من جانب الأسد فيما يتعلق بالنفوذ الإيراني وهو أمر لا يحظى بتوافق عربي كامل لسيما أن الأسد ربط عودة اللاجئين بإعادة الإعمار مطالبا تلك الدول بتقديم المساعدات المالية لإنجاز ذلك إلا أن الأسد والأنظمة العربية المرحبة به يتجهلون أهم شروط عودة اللاجئين إذ تؤكد المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة من خرجوا منها قسراً بسبب الحرب كما أن مسار الحل السياسي مجمد وهو الذي من شأنه تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن سوريا ومن ثم رفع العقوبات الدولية عن النظام وإيجاد نوع من الضمانات الأمنية والقانونية والاقتصادية للعائدين على النقيض من ذلك المأمول فإن نظام في سوريا مازال يمارس جرائم ضد الإنسانية ولم يقدم أي بادرة لحسن النية ومازال يعتقل نحو 136 ألف مواطن سوري بينهم 8400 امرأة بحسب تقارير حقوقية الأمر الذي يدفع الكثير من اللاجئين السوريين إلى القول بأن النظام الذي هجر متعمداً ابناء العديد من المناطق في سوريا لن يكون مسروراً بعودتهم وإنه يسعى فقط إلى محاولة الاستفادة من قضيتهم للحصول على بعض الأموال من المجتمع الدولي للحديث عن هذا الموضوع معنا في الستوديو مع حفظ الألقاب ياسر فرحان الباحث في القانون الدولي وكذلك كيندا حواصلي مديرة الوحدة المجتمعية في مركز الحوار السوري كما ينضم إلينا من مدينة صيدة اللبنانية حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والدراسات أهلاً بالضيوف جميعاً نبدأ مع الأستاذة كيندا ما الذي يجعل الحديث عن عودة اللاجئين السوريين اليوم قضية ملحة ومطروقة بقوة في الفضاء السياسي الإقليمي هل ثم تم تغير حقيقي يجعل من هذه القضية جديرة بالاهتمام؟ مع الأسف قضية اللاجئين السوريين تحديداً وقضايا اللجوء تحولت من كونها قضايا إنسانية وقضايا قانونية إلى قضايا سياسية وبدأت تستعمل كملفات بين الدول من أجل مقايضات لحقوق ومن أجل مقايضات بهدف الدعم غالباً ما تثار قضايا اللاجئين وخاصة قبيل مؤتمرات التبرع ومؤتمرات أصدقاء سوريا الخاصة بالمانحين من أجل أن تظهر الدول أن هذا الملف هو عبء بالنسبة لها وأنها تحتاج إلى الدعم المادي والدعم الاقتصادي وأن هذا الملف سبب لها الكثير من المشاكل الداخلية والكثير من الاستقطابات هذا الأمر بدأ يتكرر بشكل كبير خاصة عندما بدأت تتعاطى الدول الغربية مع هذه الضغوطات المحلية أو الضغوطات الإقليمية بهدف صد اللاجئين فقد حدثت مجموعة من الاتفاقيات ما بين الدول وبالذات التي تعتبر المدخل إلى أوروبا والتي يمر بها اللاجئين من أجل أن تقوم هذه الدول بدور الحارس الحدود أو حارس البوابة مقابل تقديم مساعدات مادية ووعود بمزايا سياسية ولكن عندما بدأت هذه المساعدات تتضاءل عندما لم تفيدوا الالتحاد الأوروبي بالوعود التي قدمتها بدأ استخدام هذا الملف من جديد وخاصة أنه أعطى أيضا للحكومات سواء كانت عربية وغير عربية حجة أمام شعوبة لتبرر بعض التقصير وبعض الفشل في سياساتها فكان دائما ذريعة اللاجئين أننا أخفقنا لأننا نستضيف ملايين من اللاجئين لدينا انهيار اقتصادي بهذا السبب حتى دخلت قضايا اللاجئين في ملف التجاذبات الداخلية السياسية ما بين أنظمة الحاكمة وأنظمة المعارضة ليصبح هذا الملف وخاصة في الدول التي لا تعطي حقوق واضحة للاجئين في كبش الفداء تستطيع الحكومة تبرر فيه إخفاقاتها يعني أفهم منك سيدة كيندا أن ديناميات الداخلية في دول اللجوء الإقليمي هي التي حركت هذا الملف وليست بواعد خارجية يعني هناك مزيج ما بين ديناميكيات داخلية وقضايا خارجية طول الأمد كما ذكر في التقرير عدم موجود أي ملامح لحل سياسي في حين يفترض أن تكون قضايا اللجوء قضايا مؤقتة ليست طويلة الأمد تراجع المساعدات الدولية أصبحت هذه الدول تستشعر بأن هذا الملف أصبح عبء عليها عبء اقتصادي عبء اجتماعي عبء أمني أيضا خاصة أن قضايا اللاجئين تصدر وكأنها أزمة أمنية أو أحيانا تغيير ديمغرافي ضمن هذه الدول لأنها تزيد من نسبة فئات من المكون ديمغرافي على حساب آخر فهذه الهواجس كلها وخاصة مع أزمات اقتصادية موجودة أصبحت حتى المجتمعات تتبرم من استقبال هذا العدد من اللاجئين وتعتبر أن هناك من ينافسها على الموارد من ينافسها على الخدمات وتريد من الدولة أن تنهي هذا الملف حتى تحصل على المزايا بأكملها لكن الحديث دائما هنا أسأل السيد ياسر الحديث دائما يتركز في الأوساط الإقليمية عن ضرورة إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم إعادة آمنة طوعية مشرفة في الوقت نفسه فإن هناك ميليشيات عشرات الميليشيات تنتشر في سوريا تصول وتجول وتمارس ما يشبه نظام الإتاوة وأحيانا الاعتقالات التعسفية وأحيانا التغييب القصري وأحيانا القتل والتعزيب بدم بارد من دون أي تدخل للنظام وأحيانا بدعمه كما تقول تقارير طبعا أممية في هذا السياق كيف يتصور إعادة هؤلاء اللاجئين بالملايين في ظل هذا الواقع الداخلي في سوريا منذ الحرب العالمية الأولى وقضية اللاجئين تأخذ بعدا عالميا هي قضية مرتبطة بمجموعة من العناصر يعني أكثر من دولة يعور من خلالها البشر بحثا عن الأمان وبالتالي أيضا مواطنين من دولة يحلون في دول أخرى الاتفاقيات المبرمة والموقعة فداء من اتفاقية اللاجئين بالـ 51 لبروتوكول ملحق بالـ 67 ثم الميثاق العالمي لشؤون اللاجئين والإعلان اللي في 2018 و2016 أعلنوا في نيويورك كل هذه لها قواعد تحدد كيف يعود اللاجئون كيف يعودون عودة طوعية وآمنة وأيضا قرار مجلس الأمن 2254 المعتبر مرجعية للعملية السياسية الذي يحدد خطوات وتفاصيل هذه العملية ينص ببندو الـ 14 على أن تكون على تهيئة الظروف لعودة طوعية وآمنة إلى مناطق سكنهم الأصلية وإلا فالعملية إعادة توطين ما تحدثت فيه بأنه كل هذه العناصر اللازمة لعودة اللاجئين غير متوفرة بسوريا هذا أكدته كل التقارير الدولية وأستشهد بآخرها تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا وهذه أعلى اللجان الأممية التي تشكلت من 2011 وتقاريرها عالية المهنية وتحدثت في هذا التقرير الذي صدر منذ أقل من شهر تقريبا من عشرين يوم نشروا هذا التقرير يتحدثوا فيه عن عدد من الحالات التي تحققوا من صحة الوقوعات المبلغ عنها بأن اللاجئين العائدين الناس اللي رجعوا لعند النظام تعرضوا للتعذيب وتعرضوا للاختفاء القسري يعني أحد الشهود يتحدث بهذا التقرير بأنه هدد بزوجته وأخته وأبلغ بذلك اللجنة الدولية للتحقيق طبعا من خلال آليات لحماية الشهود وتغيير بعض الأسماء حفاظا على الخصوصية وعلى أمانة وأيضا يتحدث بأنه من يعودوا لا يخرجوا من المعتقل يعني من يتوقفوا بعد العودة إلا بدفع رشاوة من خلال سماسرة أهلهم يقوموا ببيع بعض ممتلكاتهم يقوموا بتأمين المبالغ المطلوبة وهي عالية على فوق قدرة السوريين الموجودين بالداخل وأيضا تحدث هذا التقرير بأنهم تعرضوا للتعذيب الوحشي تعرضوا يعني الشيء اللي طبعا يعني يتكرر دوما يعني الحديث عنه مثل ما تحدثت كل صنوف المعاملة المهينة للكرامة ومن لا يتعرض للتعذيب أحدهم قال أنه ما تعرضت للتعذيب لأنه أهلي دفعوا مبلغ كبير لضباط الأمن ولكني شاهدت المعذبين شاهدت كل أشكال الصنوف التعذيب وهذا التقرير لا يتحدث عن الميليشيات هذا التقرير يتحدث عن أربعة إدارات أمنية الأمن السياسي والأمن العسكري والأمن الجوي والمخابرات العامة وبالتفصيل يورد فيه يعني متن هذا التقرير كل جهة على حدة ويسمي فروحها ويسمي أماكن تواجدها وبالتالي هذه الممارسات هي ممارسات ممنهجة واسعة النطاق منتشرة مستمرة متكررة متعمدة تأتي بأوامر من القيادات العليا إلى القيادات المتوسطة إلى العناصر وبالتالي لا يمكن التفكير الآن بهذه العودة وهذا ما تحدث فيه باولا بنيرو رئيس اللجنة دولية للتحقيق قال الظروف غير مواتية لعودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين إلى سوريا الظروف سيد حسان الظروف غير مواتية كما قال السيد ياسر في الستوديو نقلا عن مسؤولة أممية لعودة اللاجئين السوريين الحديث الآن ربما اللاجئون يشكلون عبءا سياسيا على بعض دول اللجوء الإقليمي وعبءا اقتصاديا على بعضها الأخر بسبب حاجتهم إلى فرص العمل والخدمات إلى آخره لكن مع ذلك حتى الآن ما من أثر لجهد حقيقي لحالة هذا الموضوع وتوفير الشروط الآمنة لعودة هؤلاء اللاجئين يعني نحن الآن أمام حالة انسداد دول اللجوء تطالب بضرورة توفير شروط آمنة وإعادة اللاجئين على أساسها لكن ما من جهد في هذا السياق كيف تفسر هذا الانسداد نعم إذا سمحت لي أتكلم عن الواقع اللبناني وعن علاقته بموضوع النازحين وكيف أتعامل مع موضوع النازحين تفضل في الحقيقة في لبنان هناك أزمة حبيقية الآن أزمة انهيار مالي أزمة سياسية أزمة اقتصادية وأزمة فوضى أمنية المتورطون في هذا الواقع اللبناني المريض وهم المنظومة السياسية التي يقودها حزب الله في لبنان وحزب الله المتورط في الداخل السوري في طرد الشعب السوري وتهجيره من قراءه ومدنه إلى لبنان وإلى خارج لبنان يحاول تغطية تورطه بفتح ملف المنزوح السوري إلى لبنان وإلقاء ما وصلنا إليه من انهيار ومن فوضى على الوجود السوري في لبنان ويستغل لهذا الموضوع عدة عنوان العنوان الأول هو عنوان داخلي يحاول من خلاله ابتزاز الشارع المسيحي من خلال ترهيبه بأن السوريون في لبنان هم سنة وبالتالي سوف يتم أدقاؤهم في لبنان ويستند في كلامه إلى التقرير الذي أصدره الاتحاد الأوروبي ومع الأسف الاتحاد الأوروبي فيه تقريره لم يذكر كلمة التوطين أو تجنيس للسوريين في لبنان بل تحدث عن الفساد في لبنان تحدث عن هدر المال الذي يقدم وساعدات أسان ربما هذا شيء يعني متعلق بالجدل السياسي الدائر في لبنان لكن لو أذنت لي أن أسمع منك إجابة عن موضوع سبب هذا الانسداد تطالب الدول الإقليمية بعودة آمنة لكن لا يشتغل على توفير هذه الشروط الآمنة من أجل إعادة كأننا ندور في حلقة مفرغة أنسداد تام أريد تفسيرك لهذا الانسداد لا يوجد الانسداد بقدر أن هناك تجاهل المطلوب هو الالتزام بالقرار الدولي الفين ومثال واربعة وخمسين الذي ينص على تسوية سياسية على مفاوضات لتغيير الواقع السياسي السوري ووضع دستور جديد على الانتجاه نحو الديمقراطية والتعددية في سوريا هل أفهم من كلامك أنه إذا لم يطبق القرار اثنين وعشرين أربعة وخمسين الأممي بشأن تسوية سياسية في سوريا تضمن مكاناً للمعارضة بأن لن تكون هناك شروط آمنة لعودة اللاجئين هل هذا ما أفهمه؟ النظام السوري لا يريد عودة النازحين إلى سوريا لأنه لا يستطيع أعالتهم حتى هو هم يشكلون عبئة عليه وعندما قام بالطرد المواطن السوري إلى خارج سوريا كان يحاول تخفيف الجمهور السوري في سوريا للتلاعب الديمغرافي والحديث كان في السابق كما تذكر عن سوريا المفيدة وعن الأماكن التي تخدم هذا النظام والتي لا تخدم هذا النظام وبالتالي تم طرد ملايين من السوريين إلى خارج سوريا لعدة التلاعب بالديمغرافيا السورية والآن هذه الديمغرافيا تم التلاعب فيها في لبنان وفي خارج لبنان فلذلك لا حل في سوريا إلا بتطبيق القرار ٢٠١٤ لأن بشار الأسد ونظامه الآن لا يمكن أن يعود إلى استيعاب الواقع السوري ولا يمكن أن يكون نقطة جذب أو تجمع للشعب السوري حول هذه القيادة إنها قيادة معادية سوما أنه يستفيد من وجود هذه التنظيمات التكفيرية التي أرسلتها إيران من فاطميون وحزب الله والحجد الشعبي كلها تنظيمات دينية مذهبية تكفيرية تقوم بالتعامل مع الشعب السوري على أنه عدو على أنه خصم للنظام وليس العكس عادة الشعب عندما تنطفد يقف إلى جانبها كل من يشعر بإنسانيته وبما تعانيه هذه الشعب لكن الواقع هناك فيه مختلف تماما لأن هذه التنظيمات تعمل على تهجير الشعب السوري وعندما يتم الحديث عن النزوح يتم تحميل النازحين مسؤولية الانهيار في الدول المجاورة من العراق إلى لبنان إلى الأردن ومع أن المسؤول الفعلي هو هذا النظام والميليشيات التي تتعاون معه طبعا برعاية إيرانية ورعاية روسية ولذلك لا حل في سوريا إلا بتغيير الواقع السياسي بتغيير الواقع السياسي لكن قبل تغيير الواقع السياسي اليوم نسمع أنباء متواتر وهنا أعود إلى السيدة كندة أنباء متواتر عن حالة تعزيب آخرها التي ذكرناها في المقدمة الشاب الحلبي محمد مجو هذه الحوادث وتكرارها وتواترها كيف تتصورين أن تؤثر على الحديث الدائر بشأن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم سواء كان تسخينا لهذا الحديث أو تهديئة لا يمكن أن نفكر بفكرة عودة اللاجئين إلى بلادهم ما لم ينتفي السبب الذي أدى إلى لجوئهم إذا لم يحدث تغيير حقيقي يشعر الناس بالأمن وأنهم قادرون أن يعودوا إلى بلادهم دون أن يتعرضوا للأسباب التي دفعتهم لمغادرتها لا يمكن الحديث عن هذا وهذا ما فعلته الأولى المتحدة عندما أصدرت عتبات 22 عتبة من عتبات الحماية وضعت فيها الشروط المطلوبة من أجل عودة آمنة وطوعية للاجئين وأهمها حدوث تغيير سياسي وتغيير أمني وتقديم ضمانات للاجئين بسلامتهم وأمنهم المشكلة الآن أن المشكلة الأمنية لم تعود هي الأساس فقط رغم أنها مشكلة كبيرة نحن أمام انهيار اقتصادي نحن أمام حالة من الهجرات الجماعية لأسباب اقتصادية من الداخل الناس تعيش بمعدلات رواتب بحدود 10 دولار شهريا هناك انهيار متسارع في الاقتصاد فحتى الأشخاص الذين ليس لديهم مشكلة سياسية أو ليس لديهم مواقف سياسية لن يفكروا بالعودة في ظل بلد الخدمات الأساسية غير متوافرة الخدمات الطبية غير متوافرة التعليمية الكهرباء الوقود هناك أزمات متسارعة وغير وارد على المدى المنظور حدوث أي تغيير سياسي أو تغيير اقتصادي أو تغيير حتى على المستوى الأمني بل على العكس الأمور تتجه إلى الأسوأ وفقا لتقارير محلي ووفقا لتقارير أممية يصرح بها مسؤولين من كبار الشخصيات الأممية ومن المراقبين على المستوى الاقتصادي حيث أن هناك تحذيرات من إمكانية انهيار الدولة انهيار مؤسسات الدولة قريبا بسبب هذه الأزمة الاقتصادية الكبيرة اليوم كان هناك احتجاجات في مدينة السويدة نتيجة العديد من الأسباب منها أسباب أمنية منها أسباب اقتصادية أيضا هناك حتى دعوات الناس لم تعد تجد حتى رغيف الخبز الذي تعيش فيه الحديث عن أن هناك 90% من السوريين ضمن خط الفقر المطقع وهذه مشكلة كبيرة جدا لا يمكن إقناع الناس وعندما يتم إجبارهم على العودة قد سوف يفضلون السفر والمخاطرة بحياتهم عبر البحر معذرة أنت ترين أن هذا الواقع والمعطيات التي تحدثت عنها قد تدفع باتجاه نوع من التهديئة في الحديث عن إعادة اللاجئين السوريين في هذه المرحلة؟ وربما تدفع إلى عمليات هجرة معاكسة باتجاه أوروبا باتجاه أي دولة بشكل نظامي أو غير نظامي لأن هؤلاء الأشخاص يسعون إلى الحد الأدنى من الحياة لحد الأدنى من تأمين متطلباتهم المعيشية والإنسانية والحماية لهم ولأفراد عائلتهم فإذا تم التضييق عليهم وكما لاحظنا في نهاية العام الماضي وبداية هذا العام في دبنان مثلا وفي تركيا هناك زيادة في معدلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر وزيادة في عدد الأشخاص المفقودين والمقتولين تزداد طردا مع الحديث عن إعادة اللاجئين نعم لأن البيئة غير مؤهنئة والحكومات تريد أن تجبر اللاجئين قصرا على العودة فليس أمامهم سوى أن يجدوا البديل من تلقاء نفسيا لابد من الحديث عن كيفية تعامل النظام السوري مع ملف اللاجئين في دول اللجوء القيمي هذا نبحثه بعد فاصلين قصير برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة نعيش مع الناس فما يواجههم من مشاكل يومية خذاهم ما ندريها صار لهم أربع سنين ما ندريهم حيين طيبي نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية أسعدكم الله ما زلنا معا في الحديث عن موضوع اللاجئين السوريين وإعادتهم طوعا إلى سوريا التي تتواتر الأنباء عن اتقالات وتصفيات وتعذيب حتى الموت لعائدين إلى مناطق سيطرة النظام فيها سريعا أذهب إلى الأستاذ ياسر هل يريد النظام السوري إعادة اللاجئين إلى البلاد أم لا يريد؟ اللجوء بداية ليس نتيجة أو أثر من أثر النزاع الذي حصل خلال السنوات الـ 12 الماضية هو هدف وغاية للنظام ابتدأ فيه منذ 12 عام لما صرح أحد مسؤولي بالقيادة القطرية وقال سوريا كان عدد سكانها 8 مليون ويجب أن تعود 8 مليون ثم أكد على ذلك بشار الأسد رئيس هذا النظام لما تحدث وقال بأنه الجسم يجب أن يكون متجانسا ويتخلص من الجراثيم ويقصد فيه شعب السوري ثلثي الشعب السوري بالنسبة له جراثيم وبالتالي هو كان يعني يهدف إلى تحقيق هذه النتيجة من خلال خطوات متشابكة ومعقدة ومتتالية بدأها بداية باعتقال المتظاهرين الناشطين السلميين المطالبين بالحرية والكرامة المطالبين بحقوقهم المشروعة وكان هو من يسرب صور تعذيبهم مقاطع الفيديو هو من كان يسربها من أجل أن يدفع آخرين إلى مغادرة البلاد يخوفهم من هذا السلوك وبالتالي يفضل البلد ثم أيضا بعد ذلك هو من سرب قائمة بمليون ونصف شخص مطلوب للفروع الأمنية لماذا كل هذا؟ يدفعهم لمغادرة البلد هو يريد أن يتخلص من يعني أكثر من نصف عدد سكان سوريا اللي يطالبوا من جهة بحقوقهم والمشروعة هما لا ينتموا لإيران مذهبيا ولا طائفيا ولا يؤيدوا هذا النظام سياسيا وبالتالي هذه كانت خطة مشتركة لتحويل سوريا إلى شكل آخر إلى إجراء هذا التغيير الديمغرافي وبالتالي يعني إلى أن تصبح بالنت نتيجة فيما بعد إذا ما حصل هناك تسوية سياسية تتغير الوقاع وهو أيضا شو عمل بعدين يعني لم يكتفي لم يكتفي بأنه هجرهم بدأ بإجراءات يعني أصدر تشريعات أولا قبل التشريعات استولى على أملاكهم قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن محاكم الأرهاب وأيضا بوضع اليد من قبل الميليشيات والفروع الأمنية على أملاك المعارضين المغادرين ثم بعد ذلك مشان يشرعن هذه الجريمة التهجير القسري عمل قرارات الاستيلاء على الأملاك مثل المرسوم 66 والقانون 10 وغيره وبالتالي أعاد تنظيم مناطق منظمة أصلا يريد يعني من خلال ذلك أن يقتل تصديقا لكلامك هذه القوانين يعني كانت في مرحلة باكرة من الثورة السورية صحيح متتالية ومخطط لها يعني حتى محكمة الأرهاب لما أجدت وقرارة الحجز الاحتياطي اللي كانت تصدر بطريقة يعني تعسفية ومعروفة أنه تخالف حتى المبادئ القانونية العامة ثم بعد ذلك لما أعاد تنظيم هذه المناطق اللي هي منظمة أصلا وراح على المناطق مثلا المرسوم 66 بمناطق كفرسوسة اللي هي معارضة للنظام ما رح على مناطق هي مخالفات وعشوائيات بعش الورور أو مزال 86 اللي هي مؤيدة للنظام رح على المناطق المعارضة وعمل هذه التغييرات الديمقرافية أو عفواً هذه التغييرات بالبناء السكانية لما الناس أصحاب هذه الأملاك لم يعد لديهم القدرة على إثبات ملكيتهم تكون هم ما يستطيعوا يجول عند النظام وأيضاً وبشكل آخر حتى الموجودين عند النظام اللي هما نفسهم يعني ليس مع هذا النظام واضطروا للبقاء بحكم الأمر الواقع يعني ليس لديهم الإمكانيات المالية ليدفعوا القيمة الإسمية ليحصلوا على السكن بمشكلات الجديدة وبالتالي يعني هون احنا نشوف في أن هذا الموضوع يقتل فرص ودوافع العودة عند اللاجئين ليش بدهم يرجعوا حارته ما عادت هي بيته اللي هو بيت أهله ما عاد موجود عرق جبينة وكل عمره العائلة السورية يعني تعمل الرجل والمرأة لحتى ما يصير في عندهم بيت لم يعد هذا البيت موجود وحتى المحيط البيئة اللي كانت موجودة قد يكون لك قائل على الأقل ينجو من حملات العنصرية ما حصل الآن أنت تشاهد هذا كان بالتوازي مع ما يقال عن تجنيس أكثر من مليون إيراني من الميليشيات أو أفغاني أو غيره ما نشاهده وأكيد هذا الموضوع المظاهر اللطميات وشعارات الكراهية اللي يحملوها على السنة في سوريا ما يشاهد أيضا من تشويه أيضا حتى لامتلكات العامة أملاك الأوقاف كلها أصبحت بإيدهم وهذا أيضا جزء من عفوا سيد ياسر هذا ما تقوله على أهميته يدفعنا إلى السؤال عن السمات التي تميز سلوك النظام السوري في التعامل مع هذه القضية لو أذنت لأن أسأل السيد حسان في صيدة كيف يتعامل النظام مع ملف أو مع قضية اللاجئين السوريين في دول اللجوء الإقليمي وإلى أي مدى برأيك وأنت المراقب لسلوكه وأدائه تمثل هذه القضية ورقة مساومة إقليميا ودوليا بيده لابد من التأكيد على أن النظام السوري بشكله الحالي وبالحلفاء الذين يتعاونون معهم يرى في الشعب السوري عبء وليس مواطنين يرىهم عبءا عليه عبء اقتصادي عبء أخضاع يتعامل معهم بطريقة إجرامية إما للخضوع بشكل كامل وإما للهجرة والنزوح ثانيا هو يريد من النازحين أو اللاجئين في خارج سوريا وحتى المهاجرين أن يكونوا مصدر التمويل لأن النازحين وحتى اللاجئين والمهاجرين يقومون بإرسال أو تحويل الأموال إلى ذويهم وأهلهم ومن بقي في سوريا من أقاربهم وبالتالي يرى هذا النظام في من هو خارج الوطن السوري مصدر تمويل بالعملة الصعبة لأنه بحاجة إليها بعد هذا الحصار الذي يعاني منه وعجز إيران وروسيا عن دعمه ماليا ثالثا هو يريد من حالة النزوح أن تكون عاملة ضغط على الدول المجاورة وخاصة العربية حتى تردخ لشروطه وتعود للتعاون معه والتعامل معه على أنه هو الحل الوحيد في المنطقة باعتبار أنه لا قدرة على إلغاء وجوده نتيجة الدعم الروسي والإيراني له وبالتالي يصبح التفاهم معه بالحد الأدنى من الشروط المطلوبة بحيث يمكن ضمان استقرار سوريا وعودة من يريد من النازحين وليس جميع النازحين إلى سوريا فهو يستخدم هذه الورقة في عدة اتجاهات ثالثا هو يضغط بالنازحين أيضا على الأنظمة المحيطة مثل لبنان مثلا هناك بيئة الآن معادية للسوريين يعمل عليها حزب الله وهناك عرائد يتم تحضيرها للتوقيع من قبل نواب بعضهم معارض للنظام السوري ولكن نتيجة عدم فهم حقيقة ما يقوم به النظام وهناك رغبة الآن واتطلعت على إحداها اليوم تنص على أن هؤلاء النواب يتوجهون بعريضة مواقع من قبلهم لاتحاد الأوروبي ولمنظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يطالبونهم بالتسريع في إعادة النازحين السوريين إلى سوريا وضمان عودتهم بأي طريقتين كانت لأن الوضع لبنان لم يعد يحتمل نتيجة الانهيار الاقتصادي إذن هناك ماكنة إعلامية هناك غرفة عمليات مشتركة ما بين إيران والنظام السوري للعمل على تجريم السوريين واستغلال نزوحهم ولجوءهم ومعاناتهم في الاتجاهين تمويلا وترهيبا وإخضاعا لمن بقي في سوريا وخارج سوريا طيب سيدة كند المعطيات تشير المعطيات المتعلقة به الهوية الجغرافية للاجئين السوريين الآلاف الذين عادوا منذ عام 2014 حتى الآن إلى أن هناك انتقائية في سياسة النظام فيما يتعلق بقبوله إلى عودة فئة محددة من اللاجئين على سبيل المثال هو منفتح على إعادة اللاجئين من الأرياف إلى الأرياف لأنهم سيتجهون إلى الإنتاج الزراعي يحسنون عجلة الإنتاج ولا يحتاجون إلى كثير خدمات بخلاف موقفه من اللاجئين في المدن الذين يرفض عودتهم لأنهم سيدغطون على سوق العمل ولأنهم في النهاية معارضون ويخشى من عودة التظاهرات والاغتيالات لأجهزة النظام هل يعني هذا الكلام بأن النظام الآن هو الذي يهندس إعادة اللاجئين إلى سوريا هو الذي يتحكم باللعبة حتى الآن أعتقد حسب الوقائع الموجودة على الأرض أن الحكومة السورية لا تريد الآن أي أعباء إضافية لا من الأرياف ولا من المدن أي حكومة سورية عندنا حكومة النظام وعندنا حكومة المعارضة وعندنا حكومة لا يريد أي أعباء إضافية فعلى سبيل المثال قامت الحكومة اللبنانية قبل شهر تقريبا بحملة أمنية كبيرة وتم ترحيل قرابة ألف شخص سوري مع عائلاتهم بشكل رسمي تم إجبارهم على الخروج من المخيمات والدخول وتسليمهم إلى الطرف إلى الحدود السورية دخلت هذه العائلات إلى الحدود السورية فتم ابتزازها الأشخاص الموجودين على الحدود بعد أن أدخلهم قالوا لهم يمكن أن نعيدكم إلى لبنان بطريقة غير نظامية بقابل أن تدفعوا لنا مبالغ مالية وتم توثيق هذه الحادثة وصدرت فيها تقارير حقوقية أشرفت عليها جهات لبنانية هذه من جهة إذن اللاجئين فيما يبدو أنها عودة ولكن هي ورقة للمساومة يعرفون أن هؤلاء الأشخاص لا يريدون العودة فيبتزونهم بالأموال ويعيدونهم بشكل غير نظامي إلى لبنان من جهة أخرى ما زال هناك الكثير من القرى والمدن التي ذهبت إلى سيطرة حكومة الأسد منذ عام 2013 وما بعدها وما تزال فارغة من سكانها رغم أن العمليات العسكرية فيها كانت محدودة الزمن لم يكن فيها آثار تخريبية ولم تكن الأبنية منهارة هي مهيئة لأن تعود وتستقبل سكانها ومع ذلك ما زال هؤلاء السكان محرومين من العودة إلى هذه المنطقة إلا تحت ذرائع مختلفة تحت ذرائع عادة إعمار يحتاجون فيها إلى موافقات أمنية هذه البلدات وهذه المناطق خالية من سكانها مع العلم أن السكان ينتظرون ويقدمون العرائض مصموح لهم فقط أن يدخلوا يزوروا بيوتهم ويعودوا وطبعا هذه البيوت تم تصفيتها تم سرقتها تم يعني حتى الأسلاك الداخلية والعمليات الإكساء تم تعفيشها كما يقال فالنازحين الداخليين الموجودين ضمن مناطق سيطرة النظام غير قادرين على أن يعودوا إلى مناطقهم التي تقع ضمن نفس السيطرة هناك اعتبارات كثيرة اعتبارات تتعلق مثلا كل المناطق الحدودية اللبنانية غير مسموح لسكانها بالعودة منطقة دارية الآن غير مسموح لسكانها بالعودة بعض المدن ذات الحساسية منطقة الزبداني منطقة مضايا فيها إشكاليات كبيرة لذلك ما تزال عملية عودة يعني هذا الملف يتم استخدامه لتحقيق أهداف سياسية ولتضغط على السكان من أجل إعادة هندسة المنطقة أو تحضير لمرحلة إعادة الإعمار بطريقة ما فأعتقد أن خطة النظام بعد إعادة الإعمار ستكون شكل جديد في سوريا غير الشكل الذي نعلم وهو ما تحدث عنه سيد ياسر قبل قليل لماذا إلى أي مدى يستطيع وإلى أي مدى زمني طبعا يستطيع النظام أن يناور في قضية رفضه إعادة اللاجئين في ظل الضغط المتولد المتواصل على دول اللجوء الإقليمي من هذه القضية طبعا النظام هو يتظاهر وكاذبا يقول بأنه يحتاج إلى أموال من أجل إعادة اللاجئين يريد أن يحصل على إعادة الأعمار بحجة أنه هؤلاء اللاجئين وكما تحدث يعني بشار الأسد بالمهزل اللي عملوها مقابلة صحفية على أساس قال فيها بأنه يعني هؤلاء هناك بنا تحتية تحتاج إلى إنشاء من جديد وترميم من أجل أن يعودوا يعني المرافق الصحية التعليمية البيوت المدمرة اللي هو دمرها وطبعا هو ليس أمينا على إعادة الأعمار ولا أيضا على الإنعاش المبكر لأنه هو بشكل متعمد يعني قام بهذا التدمير وهذا التقتيل وهذا التهجير ومن ناحية ثانية هو بالنسبة لأله قطعا لا يريد إعادتهم وكما تحدثنا وتحدث ضيفك بأنه متعمدا أخرجهم قام بتهجيرهم حتى قصف المدن والمناطق والأحياء عقب ذلك كانت اتفاقيات المصالحة والتسوية تقضي بفتح ممر لأله من أجل أن يغادروا قطعا لا يريدهم لكن إلى متى يستطيع أن يمانع الرغبة الإقليمية في إعادة اللاجئين لا يوجد إطلاقا أي جدية لاتخاذ إجراءات تضمن عودتهم الآمنة العودة الآمنة تقتضي بداية إزالة الجذور الجذور مشكلة اللاجئين هما أنه هؤلاء أولا طلبوا بحريتهم وكرامتهم وكافة حقوقهم المشروعة وهذا يحتاج إلى انتقال سياسي هذا النظام يعني معتاد بشكل مستمر ومتجذر على هذا السلوك التورط بجراء محار بجراء ضد الإنسانيا وهو بالنسبة ليس لديه استراتيجية ليحكم بسوريا إلا من خلال قتل أبنائها هو متربع على كرسي الدم ولا يغير هذا السلوك عدم الجدية الإقليمية سيد ياسر عدم الجدية الإقليمية برأيك أنت أن تمنح النظام عنادا واستمرارا في رفضه حتى بحث القضية ربما تماما لا يوجد هناك أي إجراءات التصريحات والبيانات اللي نسمعها والقرارات اللي نشوفها إحنا وهي طبعا جيدة أن تصدر بهذا الشكل لأنها تؤكد أن هذا نظام هذا هو السلوك ولكن هذه تحتاج إلى إجراءات من أجل أن يعود ملايين السوريين يجب أن يرحل شخص واحد وهذا الشخص يعني متورط بجراءم حرب كل التقارير الدولية تقول بأنه هو رأس الهرم هو أعطى أوامر بارتكاب جراءم إبادة بحق الشعب السوري وبالتالي مكانه الحقيقي المحاكمة العادلة سواء كانت وطنية أو مشتركة أو دولية يبدو هذا كلاما مثاليا في هذه المرحلة إذا كان بدهم الآن يضمنوا عودة محدودة لأماكن معينة فتجي قوات دولية على هذه المناطق وتؤمن حمايتهم وهذا ما يرفض النظام هو رفض ابتداء يعني لما عملوا بعثة المراقبين العرب بـ 2012 هو عطى العملها البعثة الأممية أيضا عطى العملها هو لا يسمح للجان الدولية بدخول السجون لا يسمح لها بمراجعة قوائم الموتى لا يسمح لهم بدخول بمراجعة قوائم المشافي اللجنة الدولية للصليب الأحمر الفرق المعنية بمناطة التعذيب اللي هو وقع على اتفاقيتها لم يمكنهم من دخول أي مركز احتجاز ولم يسمح أطلاقا حتى لبعثات التحقيق والتفتيش على الأسلحة الكيميائية بأماكن تصنيعها أو تخزينها يعطل دخولها لكن شفنا هنا أنه كان في جدية مثلا موضوع الكيميائي ما المختلف فيه بأنه كان فيه هناك جدية دولية وبالتالي طلعوا قرار من منظمة حضر الأسلحة الكيميائية بتشكيل فريق للتحقيق وتحديد الهوية وتبنوا بالجمعية العامة وفرضوا عليه أن تدخل هذه اللجان لكن بشكل محدود وغير كافي وأيضا بالنتيجة طلعوا قرار بأنه مسؤول عن هذه الجرائم هذا ما نحتاجه ونحن قضية اللاجئين وكما تحدثت كل ضيوفك الكرام وحضرتك وبالتقرير هي تأخذ بعد عالمي وبالتالي هذا يحتاج إلى تعاون دولي من أجل إزالة أسباب وجذور المشكلة ومعالجتها وبالتالي هذا يضمن ليس فقط عودتهم يضمن أيضا عدم تدفق موجات لجوء جديدة نشوفها بشكل متكرر تزداد نعم فيما يتعلق بالدول العربية ماذا حققت من موضوع إعادة اللاجئين إلى سوريا وقد كان أولوية قصوى شرطا للتطبيع مع النظام نبحث هذا في المحور الأخير بعد فاصل أخير بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم بلدهم يطفو على بحر من النفط تصارع أكفهم أسوة الحياة هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهاجة ويعيدون الحياة لن تكتم الأفواه وَلَنْ تُحْبَسَ الْأَلْسُمْ فَنَحْنُ صَوْتُكُمْ أهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة في صيد حسان إعادة اللاجئين السوريين مثل في الأشهر الأخيرة على الأقل في الخطاب المعلن للمسؤولين العرب مثل أولوية قصوى في قطار التطبيع مع النظام لكن الذي حصل أن هذا القطار مضى قدما إلى الأمام من غير آثار واضحة لقضية إعادة اللاجئين دعني أسألك ما الذي حققه العرب من تطبيعهم مع النظام في القضية الأساسية التي طرحوها كشرط إن لم يكن عمليا فعلى الأقل نظريا على الورق الدور الروسي كان له دورا حاسما في هذا الموضوع النظام الروسي وهو عاجز عن دعم تقديم الدعم المالي للنظام السوري كذلك إيران أصبحت تعاني من عجزا ماليا نتيجة الحصار الأمريكي فكان لابد من الاستعانة بالعالم العربي لدعم استمرار هذا النظام وتحت ذريعة دعم الشعب السوري وتأمين المتطلبات الأساسية للشعب السوري نتيجة الحصار الخانق وكذلك نتيجة العجز وبالتالي أيضا هناك معدل الفقر الذي وصل إلى حدود التسعين في الماء في سوريا أيضا لمعالجة أزمة النازحين في الدول المحيطة لذلك كان الرغبة الروسية للدول العربية وخاصة الخليجية منها أن إذا كان هناك مطلبا عربيا بإخراج إيران من سوريا فلابد من أن يكون هناك بديل لها في سوريا وهذا البديل لابد أن يكون عربيا وبالتالي احتضان هذا النظام على ما هو عليه مع تعديل بعض أدائه أو سلوكه ونهجه ممكن أن يتيح إعادة تسوية الواقع السوري تلبية بعض المطالب التي طالب بها المعارضة السورية والشعب السوري ومن ثم هذا الاحتضان قد يخرج إيران من سوريا أو يضعف نفوذها على الأقل وهذا ما بدأ واضحا من خلال اللقاءات التي جرت بين الأسد وبعض المسؤولين العرب وخاصة بعد مؤتمر جدة وهذا ما تم تسريبه أو التصريح به أن هناك مطالب واضحة بإعادة النازحين استيعاب اللاجئين لكن ما جرى حتى الآن لم يستطع هذا النظام القيام بأي شيء مما طلب منه وأكبر دير على ذلك هو ما يجري على الحدود الأردنية الأردن كان واضح أنه تسلم هذا الملف لإدارته مع الروس باعتبار أن حدود الأردن مفتوحة لتهريب المخدرات إلى الأردن ومنها إلى دول الخليج وكان المطلب الأردني واضحا بوقف التهريب وهذا ما فشل النظام في تحقيقه أو لم يلتزم به لأنه يعتبر أن المخدرات هي البديل المالي الموضوعي بالنسبة له مع غياب الاقتصاد وانهيار الوضع المالي في سوريا لذلك حتى الآن بالأمس أيضا أسقط الأردن طائرة مسيرة تحمل متفجرات ومنذ يومين أسقطت أخرى تحمل مخدرات إذن النظام فشل في تلبية المطالب وبالتالي هذا الاتفاق أو هذا التفاهم الذي لم يتطور ولن يتطور لأن هذا النظام عاجز عن تنفيذ هذه المطالب العربية وإيران لن تسمح له بأن ينخرط في هذه التسويل حتى لا يدريك أن الوقت معذرة أريد أن أختم معك سؤال ثاني لك النظام يربط إعادة اللاجئين بقضية إعادة الإعمار بالتمويل من الناحية السياسية حتى الآن لا يوجد أي تطبيق أو على الأقل في الأفق لا يوجد أي أفق بشأن تطبيق نظام قرار 22-54 الأممي في ظل هذا الواقع هل يمكن للدول العربية أن تمارس ولو جزئيا بإعادة إعمار سوريا من أجل إعادة اللاجئين في ظل عدم أي تسوية سياسية حتى الآن في البلاد باختصار من فضلك لا تستطيع الدول العربية تقديم الدعم لنظام لازال يمارس نفس السياسات السادقة من خلال تعاونه مع إيران مع تسهيل دخول إيران إلى الساحة السورية مع القيام بتوقيع عقود اقتصادية مع إيران وآخرها كان ما تم توقيعه حول مصرف مشترك وحول تمكين إيران من بعض المؤسسات السورية الاقتصادية سواء في الساحل السورية أو حتى في الداخل السوري فإذن النظام السوري لم يلتزم بما وعد به ولا يستطيع أن ينافذ حتى لو وعد لا يستطيع أن ينافذ لأن إيران تعتبر أنها قد تمكنت من الداخل بشكل ما ولن تتخلى عن ما حققته في الداخل السوري لذلك هناك احتمال انفجار العلاقات ما بين النظام الأسد وبين إيران ومليشياتها لأن هناك تنافسنا الآن من يمسك بالقرار السياسي والقرار الاقتصادي في سوريا نفسها نعم طيب أي دور إيجابي للمجموع فيما يتعلق بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم أي دور إيجابي متوقع أو يمكن من قبل المجموعة العربية في هذا السياق على الأقل من وجهة نظر السوريين أعتقد أن الدول العربية الآن تحاول اللاعب في الوقت الضائع وتحاول تحريك المياه الراكدة فيما يتعلق بالحل السياسي السوري بأن تحرز تقدم ما تحرز تغير ما على الصعيد السياسي بحيث تقنع الدول الإقليمية والدول المسؤولة في الملف السوري بأن هناك مؤشرات إيجابية لاستعداد للانطلاق لحل السياسي سياسي وأنها استطاعت أن تقود هذا النصر أو تقود هذا الإنجاز من طرفها ولكن على أرض الواقع نحن تقريبا أمام الشهر الرابع من انطلاق عجلة التطبيع لا يوجد أي مؤشر إيجابي لا يوجد أي بوادر إلى أن هناك أي انفراجة أو هناك أي تنازلات أو أن هناك أي تغير في سلوك النظام وفقا لما تتوقعه منه أدول العربية وخاصة في القضية الأساسية التي تحركت من أجلها وهي قضية تجارة المخدرات والكبتاجون والقضية اللاحقة التي تتعلق باللاجئين بالدرجة الثانية فمن الواضح أن تحريك هذا الملف أمر عسير وأنه لا يمكن التقدم فيه لا في عملية إعادة الإعمار لا في عملية إيجاد تصور لحل سياسي ما لم تتوافق الدول المعنية في هذا الملف وهي أمريكا، روسيا، إيران، تركيا وهي الدول الفاعلة بالإضافة إلى المجتمع الدولي وأن ينطلق حل سياسي بعد حدوث هذه التوافقات بين هذه الدول يمكن أن يحرك بعده وينطلق بعده مؤتمر إعادة الإعمار وتحديث أو تحقيق البيئة الآمنة المناسبة لعودة اللاجئين بنصف دقيقة قبل أن أنتقل إلى سيد ياسر هل تملك الدول العربية أدوات ضغط؟ إن لم تكن ترغم النظام على الأقل تدفعه إلى استيعاب اللاجئين؟ مع الأسف التجربة تشير أن الدول العربية لم تملك أي أدوات ضغط ولم تمارس أي أدوات ضغط إنما كانت تحاول أن تقدم مغريات، تقدم عروض عسى ولعل أن يحدث أي تجاوب من طرفي إعادة النظام إلى جامعة الدول العربية بدأ للمراقبين كما لو أنه في حينه هدية عندما جلس في جدة مع الزعماء العرب وتحدث بأريحية لكن كل ذلك قبل على مضت على أنه خطوة أولى لإعادة الاستيعاب اللاجئين وعودة إلى أملاكهم وبلدانهم وقراهم وبيوتهم لكن شيئا من ذلك لم يحدث من الرغم أن شهورا مضت على هذا التطبيع هل من تفسير لهذا الإخفاق إذا صحت تسمية؟ جامعة الدول العربية مع الأسف تكرر ذات التجارب التي بدلتها وذات الجهود التي قامت بها بـ 2012 حينما قدمت للنظام عدة مبادرات ولم يستجب إطلاقا لهذه المبادرات طالبته بقرار رسمي بوقف القتل ووقف الاعتقال بوقف بسحب الجيش من المدن إعادتها إلى القطعات بالسماح بالتظاهر السلمي لم يلبي ذلك بدعم الانتقال السياسي أو العملية السياسية الحوار سمته أنا ذاك مع المعارضة ومع الشعب السوري لم ينفذ أي من ذلك ثم فرضت عليه عقوبات وجمدت مقعد سوريا في جمعة الدول العربية الآن تكرر ذات التجربة تقوم بهذه المبادرة من دون أي ضمانات بأن هناك نجاحات تتأتى من هذه المبادرة هي قدمت له ليس فقط خطوة واحدة عدة خطوات قدمتها ولا أي خطوة إطلاقة من طرف النظام وهذا للأسف يعني خدش مشاعر الشعب السوري الآن ننتظر من جامعة الدول العربية أن تعلم فشل هذا التعامل مع النظام من أجل أن تبرر ربما تريد أو نحن نأمل نتطلع إلى أن تقول بأن هذا النظام لا ينفع معه كل أشكال الحوار والتفاوض ويجب اتخاذ قرار دولي ملزم له تحت القوة سواء بمجلس الأمن البند السابع الاتحاد للسلام أو إجراءات فردية لفرض إذعانه والتزامه بالقانون الدولي سيد ياسر بقي أقل من دقيقة هي لك لكن لم يفهم تصرف المجموعة العربية فلا هي أبعدت النظام عن إيران ولا هي ألزمته بإعادة اللاجئين السوريين ليس هناك تفسير سياسي لإعادة التطبيق أحنا كلياتنا وأعتقد كل السوريين دوما يسألوا لماذا ما هو الثمن هل هي تفاهمات مع روسيا هل هي مقايضات خارج الملف السوري هل هي تفاهمات مع إيران في اليمن هل هي أيضا لتعطيل التقارب التركي هل هي دوافع دولية أخرى كل هذا غير مفهوم لكن بالنتيجة لن يكون هذا النظام أمينا على الأمن القومي العربي ولا على الأمن القومي التركي ولا على مصالح الشعب العربي ولا على مصالح الشعب التركي ولن يكون أطلاقا هناك حل أو استقرار مستدام في المنطقة إلا برحيل هذا النظام هو دوما مصدر إزعاج وقلاقل في كل هذه الدول يتغذى على الأرهاب ويستخد موضد كل الجوار أشكرك ختاما مشاهدية الكرام أشكر ضيوفيا في الستوديو ياسر فرحان الباحث في القانون الدولي وكيندا حواصلي مديرة الوحدة المجتمعية في مركز الحوار السوري ومن مدينة الصيدة اللبنانية حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والدراسات في حراسة الله موسيقى